قصة ثلاث رجال كاذبين هي قصة مفيدة للأطفال الصغار مقدمة لكم من قناة الرشدية بالمعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال وتحكي هذه القصة عن ثلاث رجال دائمة يحكون القصص الكاذبة وأردوا أن يخدعوا رجلاً غنياً فماذا حدثي ياتر هذا ما سوف نعرف في الأقصى ذات مرة كان هناك ثلاثة رجال في القرية كانوا يحبون التحدث كثيراً عن انفسهم دون القيام بأي عمل وكانوا دائماً يقولون عن بعض العجائب التي صادفوها في الحياة شعر الناس لأن كلامهم غريب ولا يمكن أن يصدق وفي أحد الأيام جاء رجل ثري من القرية في المجاورة إلى تلك القرية وعندما رأوه ظنوا أنهم يمكنهم أن يخدعوه ويسرقوا منه الأشياء الثمينة ذهب هؤلاء الرجال إلى ذلك الشخص وبدأوا يتحدثين باستمرار معه محاولين جعله يصدقوا ما يقولون وحينها قال أحدهم بكل حماس مطلق هل تمانع إذا كنا برهان صغير؟ دعا نخبر عن تجربة غريبة في حياتنا إذا لم يصدق أحد منا بتلك القصة فسيكون ذلك الشخص هو الخاسر وحينها يجو أن يصبح الخاسر خادماً للشخص الذي قال التجربة الغريبة وافق الرجل الغني على ذلك شعر هؤلاء الرجال الثلاثة بالسعادة وغنوا أنه قد سقط في الفخ وأنه قد انته لأنه لا يمكن لأحد أن يصدق قصصهم الخيالية فتلك القصص هي من نسج الخيال وليست واقعية أبداً ثم بدأ أحدهم يتحدث عن تجربته وقال عندما كنت في رحم أمي أرادت أمي أكل الفاكهة فطلبت من والدي الحصول على تلك الفاكهة لكنه قال أنه لا يستطيع تسلق الشجرة للحصول على تلك الفاكهة عندما طلبت من أخواتي قال أغوتي أيضاً أنهم لا يستطيعون الحصول عليها فخرجت أنا من رحم أمي وذهبت لتسلق الشجرة وأحضرت الفاكهة ووضعتها في المطبخ بعد ذلك ثم عدت إلى رحم أمي وبعد ذلك أكمل الرجل سرد القصة ورح ينظر إلى الغني وقال الرجل للغني بعد ذلك أنا أصدق ما قلته بكل تأكيد وبعدها بدأ الرجل الثاني في سرد قصته وقال عندما كنت في السنة الأولى من عمري ذهبت إلى الغابة المجاورة للتنزه والمتعة هناك رأيت شجرة جوز الهند وفكرت أن أكل من بعض ثمارها فتسلقت تلك الشجرة وأكلت بما يكفي فيقلاحك شعرت لأن عسونا متعات لك للشجرة بعد الاستقاوة شعرت أنه منا للصعب جداً لنزول فذهبت إلى القرية وأحضرت سنوزت استدم ذلك لسلم ولعد ذلك أومى رجل الغني برأسه قائلاً إنه يصدق ما قال ثم بدأ الرجل الثالث في سرد قصته وقال عندما كنت طفلاً رأيت أرنباً في الجوار وتابعته للحاق به ذلك الأرنب هرب خلف الأشجار ثم ذهبت أنا أيضاً خلف تلك الأشجار وهناك وجدت نمراً بداً من ذلك الأرنب وحينها فتح ولنمر فمه فكرة فيأني أكلني حينها شعرت بالغضب وقمت بصفعه على فكة فقطة على الأرض ومات وما يستطيع أنيذني ذلك ولا نمر وبعد سماع رجل الغني لقصة الرجل الثالث صدقها وعبر عن ذلك ثم جاء دور الرجل الغني ليروي قصته فقال منذ فترة طويلة كان لدي مزرعة قطن وكان هناك رين القطن قطن أحمر في منتصف المزع ليس له أوراق أو فروة ثم بدأ الرجل الثالث في سرد قصته وقال عندما كنت طفلاً رأيت أرنباً في الجوار وتابعته للحاق به ذلك الأرنب هرب خلف الأشجار ثم ذهبت أنا أيضاً خلف تلك الأشجار وهناك وجدت نمراً بداً من ذلك الأرنب وحينها فتح ولنمر فمه فكرة فيأني أكلني حينها شعرت بالغضب وقمت بصفعه على فكة فقطة على الأرض ومات وما يستطيع أنيذني ذلك ولا نمر وبعد سماع رجل الغني لقصة الرجل الثالث صدقها وعبر عن ذلك ثم جاء دور الرجل الغني ليروي قصته فقال منذ فترة طويلة كان لدي مزرعة قطن وكان هناك رين القطن قطن أحمر في منتصف المزرعة ليس له أوراق أو فروة وبعد بضعة أيام أصبح للقطن ثلاثة فروة وفي وقت لاحق أصبح لكل فرع جراب أخضر وعندما مزقت تلك الجرابات الخضراء وكسرتها خرج منها ثلاثة رجال وعندما خرجوا من الجرابات الخضراء من القطن أصبحوا عبيدا لي واعتت أن أجعلهم يعملون في مزرعة وبسبب كسلهم هربوا من المزرعة وجد إلى هنا للبحث عنهم وها قد قابلتهم الآن وهم أمامي لذلك عليكم أن تأتوا معي لم يلاحدث الرجال الثلاثة بعد ذلك وصدموا وهم يفكرون في المشكلة الكيرة التي وقعوا فيها إذا قالوا إن القصة حقيقية فسوف يصبحون عبيدا للرجل الغني وإذا قالوا إن القصة كاذبة فسيخسرون الرهانة وحينها عليهم تفيذ العقاب وأن يصبحوا عبيدا لهذا الرجل الغني وبعدها سأل الرجل الغني الرجال الثلاثة إذا كانت قصته حقيقية أم لا ولم يستطيعوا الرد ووقفوا صامتين ثم قال الرجل الغني بحزن على الأقل دركتم خطأكم الآن فإذا حاولتم خداع الآخرين فسوف يأتي من يخدعكم أيضا ثم ذهب الرجل الغني بعيدا وأدرك الرجال الثلاث خطأهم وأصبحوا أشخاص طيبين ومحبوبين في القرية ترجمة نانسي قنقر